السلام عليكم مشاهدينا تشير آخر التحديثات للنماذج الرقمية للرصد الجوي العالمي على أن الأجواء تبقى دايما مستقرة خلال الأيام المقبلة بداية من يوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين على أقل تقدير نشوفوا التفاصيل اليوم الجمعة صورة القامة الاصطناعية وضحنا حالة الاستقرار وصفة باستثناء بعض الصحب الخفيفة ترفع فقط المناطق الشمالية الرياح تبقى دايما رياح قوية نسبيا بسرعة تصير غاية 40 كم في الساعة تميز وسط الصحر وحتى على أقصى الجنوب أما عن حالة التقص إن شاء الله المرتقبة لصباحة الجمعات قدام تلك الإطلالات الجميلة للشمس المرفوقة ببعض الصحب نوعا ما كثيفة محليا تميز أغلب المناطق الشمالية كذلك نلاحظه حيكون هناك حضور قوي لضباب كثيف محليا ميز أغلب المناطق الشمالية درجات الحراء إن شاء الله لصباحة الجمعة إن شاء الله جيد باردة ثلث درجات تحت الصف مرتقبة على ولاية البيت درجة واحدة تحت الصف على الجيل فاتيات النعامة ومشرية الصف الدرجة بكل من قسنطينا وابتنا حوالي 6 درجات على تلمسان كذلك مدينة قرمحة على جزائر العاصمة 5 بوران 9 بيعنبا 4 على كل من مدينة بشار بناء باس غردية نمنيعم واتيميمون 9 درجات على تندوف 8 بمدينة أدرى 11 لائن صالح و12 درجة على كل من إنكزام وبرج باجي مختار بالنسبة لظهيرة يوم الجمعة إن شاء الله مشاهدين كما نلاحظوا في الصورة تبقى دائما نفس الوضعية الجوية جواء مستقرة بعض الصحب نوعا ما تكون كثيفة محاليا تعرفها خاصة المناطق الوسطى والشرقية درجات تلحى إن شاء الله لظهيرة يوم الجمعة ستكون نوعا ما في المعدل الفصلي خاصة على شمال البلاد 10 درجات على مدينة البيض 11 على كل من قصنطئنا كذلك سطيف برج باريج حتى على باتنا ميلة واخنشرة 12 على الجلفة 17 على كل من وهران وعنابة 18 في الجزيرة العاصمة 15 على غردية منها 20 على تندوف كذلك على مدينة أدرى 22 على إنسلح 21 على إليزي وجانت 26 درجة على كل من مدينة إنكزام وبرج باجي مختار البحر راح يكون بحر هادئ وجميل على طول الشريط السحلي مع ريح نوعا ما ضعيفة سرعة ما بين 10 حتى 20 كرامتر في الساعة الرؤية راح تكون متوسطة واتجاه الموجة شمالية شرقية تماما على السواحل الغربية والوسطى ومن شمالية إلى شمالية غربية على السواحل الشرقية بالنسبة لتوقعات التقص ببلاية قلمة بداية من يوم الجمعة لغاية يوم الأحد الدواء مشمسة وجميلة راح نسجل ما بين 3 درجات إلى 7 درجات خلال الصبيحة وما بين 18 إلى 20 درجات خلال الظهيرة قبل الختام راح نشوف مع بعض توقيت شروق وغروب الشمس وهذا ليوم الجمعة واللي خص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن الختام مشاهدين سيكون كالعادة نمر إلى الجراء تونس نتعرف نهار اليوم على مدينة توزر تعتبر مدينة توزر بمثابة وجهة مثالية لمحبي الجنوب التونسي فهي تسخر ببساتين وواحاة النخيل الفسيحة وتطل على أكبر بحيرة مالحة في البلاد شط الجريد كما تقع بالقرب من الصحراء إضافة إلى أنها تتمتع بالأحياء القديمة والمنتزهات والمتاحف وغيرها من المعظرات التاريخية العريقة بهذا مشاهدين السليطي ورقة حول التقصد أنتم في رعاية له وحفظه السلام عليكم